في قمة عطائه يغادر الحياة محفوفا بنعي المحبين ودعوات اليمنيين الذين عرف الكثير منهم وجه الدبلوماسية اليمنية الحقيقية في نهجه وتعامله ورزانته ورصانة مواقفه والحديث المغمور بالحزن هنا عن الدكتور عبدالغني نصر الشاميري أما عن سيرته الذاتية فهو من مواليد تعز كان شغوفا بالتعليم ولذلك فقد حصل على شهادات كثيرة منها شهادة البكاليريوس في الأعلام من جامعة الملك سعود ولديه دبلوما عالي في السياسة الدولية من جامعة صنعاء عام 1991 ثم نال الماجستير في العلوم السياسية وبعدها حصد الدكتورة في العلاقات الدولية من جامعة عبد الملك السعدي من المملكة المغربية في العام 2012 تبدأ حياة الفقيد الإعلامية كمعد برامج في تلفزيون اليمن منذ العام 1990 إلى 1993 ثم عينا مديرا للبرامج السياسية حتى العام 1995 بعد ذلك عينا مديرا عاما للمؤسسة العامة للإذاعة وتلفزيون حتى العام 1999 أما عن خبرته السياسية فقد مارس السياسة بعقل كبير وكان مثالا للدبلوماسي الحصيف والناجح حيث عامل الشاميري مستشارا إعلاميا للجنة العليا للانتخابات منذ العام 1993 وحتى 1997 ثم رئيسا لدائرة الشؤون الإعلامية والثقافية في رئاسة الجمهورية وفي العام 2018 تم تعيينه سفيرا لليمن في أندونوسيا وبقي في منصبه حتى فارق الحياة كسفيرا حمل اليمن في قلبه قبل خطابته الدبلوماسية في المجال التقافي والسياسي له عدد من المؤلفات أبرزها كتاب سياسة الإصلاحات الأمريكية في المنطقة العربية بين القيم والمصالح وهو ذاته رسالته التي حصد على إثرها الدكتورا من جامعة طنجة في المغرب وتناول من خلال إطروحاته فيها أوجه السياسة الأمريكية في المنطقة العربية القائمة على المصالح وشخصها تشخيصا واقعيا قبل أكثر من 14 عاما رحيل الشاميري أحدث فجوة في الوسط الإعلامي والدبلوماسي بدى ذلك واضحا من بيانات النعي المتعددة والحزن الكبير لمحبيه الذين أشادوا بمناقبه واعتبروه مدرسة في العمل الإعلامي والوطني ونموذجا يقتدى به في الصدق والإخلاص والتفاني في العمل الوطني ولعل رحيل الدكتور الشاميري والحب الكبير والنعي المتواصل لروحه بمثابة رسالة للكثير من الدبلوماسيين الذين تصرف عليهم اليمن والمليارات دون أن يقدموا خدمة واحدة لبلدهم وأهلهم يأتون إلى مناصبهم ويرحلون منها وغضب الشعب ودعواته تلاحقهم وإن مات أحدهم فلا يجد من يترحم عليه وشتان بينهم وبين من يرحل مصحوبا بالحزن الصادق والتاريخ النقي المشرف